التجهيز والتحضير لموسم صيد الصقور في كل عام من شهر تشرين الاول والثاني تبدأ اسراب طيور الجارحة والصقور بالهجرة من اوروبا متجهة الى افريقيا وذلك حسب تغير الطقس والمناخ واثناء هجرتها يجد المهتمين بصيد الصقور فرصة ثمينة لاستيادها في هذه الاوقات فهناك ما يقارب الشهرين من الزمن تعد الفترة الموسمية لصيدها وتعد المناطق الصحراوية من انسب المناطق لاستياد الصقور فغالبا ما يكون مسار الصقور اثناء هجرتها في المناطق المكشوفة والمفتوحة ان المهتمين بصيد الصقور او كما يطلق عليهم القوانيس او الطواريح يبدأون بالتحضير لموسم الصيد مع اواخر شهر اب ويجهزون امتعتهم واغراضهم من شباك واقفاص وغيرها وكل قانوس يحضر عدته حسب الطريقة التي سيصطاد بها فهناك عدة طرق متبعة لاستياد الصقور وتجهيز النزل ومستلزماته من الامور المهمة ايضا للقوانيس والمقصود بالنزل هو خيمة يقيم فيها القوانيس في موسم صيد الصقور يتم بناؤها في منطقة معينة تكون قريبة من ارض المقناص فغالبا القوانيس يعمدون البقاء في ارض المقناص طوال الفترة الموسمية لصيد الصقور مع ان الفترة الفعلية للصيد يوميا هي من بداية طلوع الفجر صباحا الى الساعة العاشرة تقريبا وهذه الفترة تسمى بمقناص الصبح ومساء من الساعة الرابعة عصرا حتى غياب الشمس وتسمى مقناص العصر لان الطيور الجارحة والصقور تبحث عن فريستها صباحا وتكون على ارتفاعات منخفضة قبل ان تشتد حرارة الشمس وفي فترة الظهيرة غالبا ما تطير لارتفاعات عالية بحثا عن تيارات الهواء ثم تعود وتنخفض مع انخفاض درجة حرارة الشمس حتى مغيبها لتبحث عن اماكن مرتفعة ومناسبة لتبيت فيها حتى الصباح فمع بداية كل يوم من ايام الموسم يبدأه الصياد ببناء الامال وهو يجهز عدته ومتاعه بانه ربما يكون هذا هو اليوم الذي طالما حلم به الذي سيرزق فيه بصقر نادر ينسيه تعب الايام التي مضت ولكن الامال وحدها لا تكفي فيجب الاعتناء بالتجهيزات اللازمة والعدة والعتاد اللازمة لموسم المقناص والعدة اللازمة يتم تحديدها حسب الطريقة التي ينوي الطاروح استخدامها في موسم المقناص فكما ذكرنا سابقا هناك عدة طرق لصيد وكل طريقة لها مستلزماتها وعدتها ومن اللوازم الاساسية لكل طاروح وصياد اقفاص للحمام شباك للحمام وشباك نكلية التي تعلق في ارجل الباشق وقفص صغير او كما يقال له القبة او القرشعة ويوضع فيه عصفور صغير او جربوع ويستخدم لصيد البواشق نظور لمراقبة الاجواء او لتعرف على انواع الطيور البعيدة ويتم نسج الشباك للقبة على هذا الشكل ثم يوضع عليها من الاعلى في عدة اتجاهات متساوية وشبكة الحمام تكون على هذا الشكل ويتم تعليقها في جناحي الحمامة لتبقى عيون الشبكة على ظهرها من الاعلى اما شبكة النقل والتي تعلق في ارجل الباشق لتظهر وكأنها فريسة قام باستيادها تكون بهذا الشكل والغاية من تعليقها في ارجل الباشق لتلفت نظر الصقور ان وجدت في المنطقة وقد شرحنا عن صيد الصقور بالباشق في فيديوهات سابقة اشتركوا في القناة